سلام عليكم بعد صلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أم الغالية نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا فيديو اليوم وصفتنا لنا هاليوم مميزة جدا بريوش بعجينة قطنية خفيفة بزا بزا تجي رطبة واكثر من رائعة بمقادير جد مضبوطة وطريق التحضير سهلة سريعة ممتعة نتبعوا معي الخطوات للأخير ونروحوا مباشرة نبدأوا في طريقة التحضير على بركة الله نبدأوا في الوصفة نتعنا بالنسبة لقياس الكاس المستعمل 220 ميلي لتر وتقدروا تديروا أي قياس متوفر عندكم إذن نحتاج كاس ونصف كاس حليب دافي راح نزيد أربع ملاعق كبيرة سكر حبيبات ممكن تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الثوق راح نزيد ملعقة كبيرة ممسوحة خاميرة الخبز ونخلطوا المكونات كلهم مع بعضهم راح نزيد كاس من الطاحين نفس الكاس اللي نكيلوا به الحليب راح نزيد ونكيلوا به الفارينة ونكمن نخلط بهذا الشكل ونخلي الخميرة تتفاعل مع باقي المكونات هنا نجيب الكاسرونة نحطوا فيها ملعقة كبيرة زبدة راح نزيد ثلاث ملاعق كبيرة تعززز ناخذ الكاسرونة نحطها فوق النار ونذوب الزبدة نتعنا كما راكم تشوفوا هنا من بعد ما تفعلت الخميرة مع باقي المكونات نخلط بهذا الشكل راح نزيد حبابير ونزيد كاس خميرة الحلوة الوزن 10 جرام راح نزيد ملعقة صغيرة فانيليا ونزيد الزبدة من بعد ما ذوبتها مع الزيت بردة ونبدأ نخلط المكونات كلهم مع بعضهم نخلطهم ليح حتى نتأكدوا المكونات كلهم متازجوا مع بعضهم الوصفة التي عنا اليوم مميزة جدا في الشكل في المذاق وصفة رائعة مقادير جد مضبوطة وطريق التحضير بسيطة جدا بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت راح نوجدوا بريوش محشي بالشوكولة الذوق ولا أروا هنا من بعد ما خلط المكونات كلهم مع بعضهم تحصلنا على هذا الشكل راح نزيدوا الكاس الثاني تاع الفارينا ونزيدوا الكاس الثالث ونزيد نصف ملعقة كبيرة تاع الملح على حسب الذوق ونخلط بهذا الشكل هكذا ونزيدوا الكاس الرابع ونبدأ نجمل عجنة تاعي حتى نتحصلوا على عجنة طارية كما عودكم دائما بدون عجن وبدون ذلك وبدون أي مجهود ننصحكم فقط باش نجحوا في المعجنات وتتحصلوا لنتيجة مليحة العجنة تاعكم دائما لازم تكون طارية ماشي ناشفة لو كان نديروها ناشفة للبريوشن تاعكم راح يجيكم بزاف ثقيل ومعجن وأكيد راح يجي ماشي بنين نحطوها فوق طاولة العمل نجمعوها بهذا الشكل نجيب الوعاء التاعي نرشو بشويا تالفارينا نحطو العجنة تاعنا ونخليها حتى تخمر ويتضاع في الحجم تاحها راح تخمر في وقت قاسير جدا لأن العجنة تاعنا ما شاء الله رائعة جدا هاي لكم العجنة تاعنا ما شاء الله من بعد ما خمرت ويتضاع في الحجم تاحها نحطوها فوق طاولة العمل ونقسمها إلى 9 كويرات بالتساوي بدون ما استعملوا الميزان كي معودكم دائما نحاول نقسم العجنة بالتساوي بهذا الشكل كي ما راكم تشوفوا هنا من بعد ما قسمت العجنة تاعي إلى 9 كويرات بالتساوي نكبروهم مباشرة نبدأ نحل عجنة تاعي بالحلال ونبدأ نشكل بريوش انتعنا هنا ممكن تحلو العجنة بيتكم بهذا الشكل أو تحلوها بالحلال بسم كرقيق راح نحطوا شوكولات قطعتها إلى مربعات هذه هي النوعية لدرتها ممكن نديروا هذا النوعية ممكن نديروا حبيبات الشوكولات وشوكولات الطلي ما يهمش ديروا واش عندكم في الدار ماشي لازم تديروا هذا النوعية راح نعمل لكم للإفادة ماشي لازم تديروا هذا النوعية تاع الشوكولات فقط نحب ندير هذا النوعية لأنه بزاف بنينة ممكن تديروا هذا النوعية أو تديروا واش عندكم في الدار هنا نبدأ ندور العجنة تاعي بهذا الشكل نضغطه مليح هاكذا نزيد ندور العجنة للمرة الثانية نغلقه مليح على الأطراف ونبدأ نشكل خطوط بهذا الشكل خطوط متساوية طريقة بزاف سهلة نواسي هاكذا بيدي ونكمل ندور العجنة تاعنا نغلقه جيدا هاكذا وهذه النتيجة اللي تحصلنا لها رح نكمل كامل كمية المتبقية بنفس طريقة إذن هنا كما راكم تشوفوا هذه الكمية اللي درتها معاكم اليوم نحطوها في الصينية تاعنا نغطيها بمنديل ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحاجم تاحها تقريب من مدة 10 دقائق رح تخمر العجنتاكم ويتجي ماشاء الله هنا عندي صفار بيضة مع نصف ملعقة كبيرة تاع الحليب وملعقة صغيرة سكر حبيبات نخلطه مليح بهذا الشكل ونبدأ ندهن البريوشن تاعنا وإذا حبيتوا تحضروا كمية كبيرة رح تضعفوا المقادير ورح تديروا كمية بزاف كبيرة خاصة أصحاب المشاريع اللي راهم يديروا الوصفة تنتهي كمشروع نقولكم يعطيكم الصحة شفت الخدمة تاعكم في العديد من المحلات خدمة بزاف شابة ما تتصوروش حال نفرح وربي قدرني إن شاء الله نزيد نسعدكم بوصفات أحسن من هذه وكما شفتوا دائما نحاول نحط لكم وصفات سهلة سريعة مكوينة بسيطة جدا في المتناول وأي وحدة تقدر تحضرهم بكل سهولة والأهم في الوصفات اللي نحضرهم معكم ليومنا هذا ناجحة 100% يعني بزاف بزاف اللي جربوا الوصفات نتاعي ونجحوا معهم ونزيد نزين بريوش نتاعي بالسمسم وطبعا في هذه اللحظات الفرن تاعي سخون سخنته مسبقا راح نطيبوه في 200 دراجة ومدة طهي من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة كما نقولكم دائما كل وحدة والفرن تاحها إذن هنا يا من بعد منحة صنية تاعي مباشرة من الفرن بريوش نتاعنا طب تحمل ملتحت من الفق راح نغطيه بمنديل ونخليه مدة 5 دقائق باش ترجع لي هذيك الحرارة ويبقى محافظ على الروتو بنتاو وكان هذا هو الشكل النهائي للبريوشن تانا اللي حضرته معكم اليوم كما راكم تشوفوه جامل ما شاء الله يجي بزا في رطب عفوة رطب خفيف مقطن سهل بزا في التحضير نتمنى شاء الله لوصفة عن هاليوم تنال إعجابكم وتجربوه وتقدموه مع قهوة صباح قهوة العصر أكيد إذا أجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبرتاجوا مع نظامتكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في أمان الله